حكيت لك في الفيديو الماضي عن أول قصة اللي كانت في لنك انترات عن وظيفة عمل في السعودية وكيف دردشنا أنا والإنجينيرين مانجمنت أو بطارك مانجمنت أو شو مواتيفر اللي كان اللي موجود فيه بريستيجيس غيرمنتل أورجنيزيشن في المملكة العربية السعودية وحكيت لك أنه أنا خلال هذه السريز رحكي لك مجموعة من الانترويوز ومقابلات العمل وتجارب البحث عن عمل اللي أنا قمت فيها عشان عطوفتك تعرف شو مصادر مقابلات العمل وشو الأشياء اللي كانت تصير وشو الأشياء اللي كانت تنسأل اليوم رحكي لك قصة جديدة من ماي فيلدوف انترست اللي أنا بحب أشتغل فيه وهو أعطاء دورات والترينينج بروغرامز اللي أنا بشوف حالي فيهم فخلينا نبلش جاسر مصطفى ويلا بينا بما أني شخص بحب يعطي دورات وهذا هو الفيلدوف انترست التبعي وعندي اكسبرينس فيه لمدة تتجاوز لأشر سنوات سواء في الاتدس كابتورس في البم أو البلدينينفورميشن مانجمينت والبلدينينفورميشن موديلينج والمجموعة أخرى من الدورات اللي أنا بعطيها والويركشوبس فقررت بما أني أنا أقوم بحب أشتغل دورات في مراكز أكيد في دولة قطر وهذا شيء جدا منطقي فشو عملت قدمت على المركز اللي أنا حاليا بعطي فيه وقدمت على أي دورة قدمت أن أعطي Thinking Project Management Professional لـ Project Management Institute PMI as per latest updates فبعد مراجعوا My Qualifications وشافوا My Certificates شافوا My CV وبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبل ، كيفك يا مهندس جاسر طائم بالإنجلش طائم الإنجلش الفلبيني حابين أننا نعمل معك الإنترويو وحابين أنك أنت تعملنا ديمو في الإنترويو لحتى نقرر أنه عطفتك قادر على أعطاء الدورات معنا ولا لا؟ ومنذر لذلك انك انت انت راح تعطي برويج منتجبى يعني راح يكون في باريتي من عيونة العسابة عند جميع المرأة و باريتي بعض العيونة في بشكل كبير فلذلك ما بدنا حدا يحصل حول التقديم وما بدنا حدا ما يكون لديه عيونة في المواجهة李 فهل عندك هذه العيونة تقولهم انا ادعي ذلك ودعونا نتقابل وان شاء الله انه خير وحددنا فعليا موعد المقابلة اللي نحنا بدنا تروح عليها وكانت في يوم من الأيام اللي أنا نعسي شو هو وكانت ساعة سبعة بي ام ورحت على المقابلة وللتأكيد قبل ما أحكي لك أني رحت على المقابلة أول موعد حطولي إياه كل المقابلة أودمه وكان صراحة غير مناسب لأجي لأنه أنا كنت في وقتها بدرس للمستر ديجري في جامعة قطر وكنت بشتغل في الشركة اللي أنا موجود فيها وكنت بعضي كورسز أصلاً أونلاين فكانت شوي الوقت تبعي كراودد فحكت لهم بصراحة I am so sorry ما بينسبني الوقت خلال أيام الدوام وخلال ساعات العمل الفعلية خلال النهار فإذا بدكم أجي أنا ما عندي مشكلة باجي على نفسي وباجي أسحط لي إياها بعد الساعة سبت المسأة آه وتشرط كنت صراحة في ذاك الوقت مش كثير كنت مضطر أني أنا إيش أعطي دورات لأنه لسه كنت في my position فإنه عادي أموري تمام المهم قالوا لي أوكي رح نيجي معك ورح نشوف شو آخرك يا جاسر يا أقول الجواسر وقطل لك يا فيديوم الفلاني الساعة سبع المسأة ورحت على المقابلة قاعدت أستنى كنت المفروض أنا أقابل مدير المركز ولما رحت اكتشفت أنه مش بس مدير المركز هو صاحب المركز أيضاً وهو شاب باكستاني جميل أخلاق رائع والله صراحة أنه رائع ما شاء الله علي المهم أجا هو ومساعده اللي حكي معي ودخله على المركز ونكون قاعد في الريسابشن طبعا إن شاء الله هو مركز يفترض أنه كبير لأنه إله أكتر من فرع وبنفس المكان ما أخذ له أربع حمس أفرع وإله أكتر من فرع في القطر فإن شاء الله أنه أموره طيبة المهم دخل مرحبا هوريو هوريو بلا 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 حكينا شوي دردشنا مع بعض بفهم شوي عربي مش كتير بس الإنجليش تبعه كتير منيح ويجينا بدنا ندخل على واحدة من القاعات لحتى نعطي الديمو يعني خال مباشرة من نبلش الانتربيو ندخل على القاعة عندهم كنسيرلر رومز وعندهم ترينينج رومز وعندهم كل شيء تمام الفاسيليتيز هنا فأساس من نعطي الديمو ونبلش الانتربيو اسألنا عن حالي ويحكي له عن حالي ويحكي له عن حاله ويحكي له عن مركزه يعني انتربيو طبيعيا دخلنا على كل القاعات لجينا كل القاعات مشغولة طلع السكرتير ناسي يحجز لنا واحدة من القاعات علشان نقدر نعمل فيها الانتربيو فقلنا مش مشكلة بنقعد في الريسابشن شوي وبندردش مع بعض وخلال هذه الجاعدة بتكون في ضيطة واحدة من الورا فمدخل نعمل الدمو فقعدنا مع بعض بلش يسألني شو بتعمل في حياتك شو بتشتغل في حياتك شو البوزشل تبعك شو الشركة الحالية اللي انت تعطي فيها كيف الأوقات تبعك إذا انت حيتكفق وقتك مع أوقات الدورات تبعنا طبعا هذا السؤال حتى سألني كيف جوابته ده فانتلي أنا بعطي project management professional كل اللي رح يأخذوا عنديهم عبارة عن ناس بيشتغلوا بالفيلد وكل اللي بيشتغلوا بالفيلد في دولة قطر مستلي بيخلصوا خمسة ونصف ستة وأنا دوامي بيخلص خمسة ونصف ستة ففعليا لو حطينا الكورس على الساعة سبعة it will be perfect واحنا ما عنا أدنى مشكلة وفي أي يوم في الأسبوع أنا on the same scared jewel فكان هذا الجواب عادي رائع بالنسبة له حبه كثير وسألني انه كيف رح تكون عم تطعي الدورات هل رح تكون عندك متيرة اللي رح تكون تقرأ فيها ولا كيف طريقة قلت لأنا طريقتي صراحة بالشرح رح كون في عندي سلايد فعليا أنا already I'm updating them و on the other hand I'm using the practical experience شكل كثير كبير وبحكي قصص خلال الكورس وبشرح عن طريق خبرة عملية و قصص أكثر من الطريقة السردية طبعا لا مهرب من الطريقة السردية في شرح PMP لأنك بدأك تعطي مصطلحات بدأك تعطي definitions بدأك تعطي situations ووواء إلى آخره ف it is a mix between both طبعا أعجب بشخصيتي وأعطيت لي هذه الشهادة و دردشنا كمان شو بتعطي دورات تانية فقلت له بعطي كمان autodesk بعطي كمان bin management بعطي 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 grade والله you are multi-task instructor قلت له yes I assume that فحكي لي يا أبو الجوازر إحنا بصراحة بنحب إنه إحنا نعرف شخصيتي المدرب بشكل كثير كبير فحكي لي عن شخصيتك و طفولتك و شدك يا أم طفول كبير فقنا منك ألهم قاعد تحكي له إن أنا بطفولة إنسان رائع و منذ الصغر مجابه وتحديت المصاعب و مش عارف شو قلبت موتلي و شريخان و النمر المقنع و الشجعان الثلاثة وكل شي فبرضو أعجب بشخصيتي بعدين أنا بصراحة مر أكتر من 45 دقيقة بس صراحة كان الحكي نطيف بس بعدين نزيقت يعني I was out of words قبل ما بدك تحكي عن حالة 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 أكتر من ساعة I think we reach innergesia قلت له يعني أنا سيسموه صراحة الأوقت هما بدك نفار فقال له قلت له سير يعني I don't know if there will be an room or an available room anytime soon بس and I have to leave I have other appointments with other colleagues and other wear partners قلت له what if I show you one of my videos explaining some of my courses topics قلت له it's a great idea فقلت له الفيديو بلش يحضر هو في الفيديو فأعجب جدا في طريقة شرحي وهذه كل لعبة مشكلة المهم وحضر له فيديو اثنين ثلاثة اربعة قلتها السا بزهج كمان شوية بزهج خاء أنا قلت لك بفتحلك الفيديو عشان دقيقتين ثلاثة بتحضرهم تزهج بتمشيني بتسلكني وتقول لي يلا ماشي حضر له أربعة خمس فيديو هات قلت لك من المستاع ويحضر بعدما قلت له I have told you I have other appointment sorry my mobile thank you I will be sending you my website watch it I will be sending you my YouTube channel please watch them or please send me your feedback thank you we can reschedule another demo حقا if you that's more than enough I have watched your videos and I have talked to you I like your personality I like how you act and I like your character we can work together my guys will be contacting you to make sure that you are on the same page and make the offer and make the blah 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 and do the social meetings and all this stuff perfectly bye 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 I had a dream and I was a great three days later and then, I actually affiliated with you Hi, Mr. Jasser I am FLAN from I don't know what training center we would like to make you the agreement how about blah 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 لا طبعا هذا الكثير من خلال أحاولي يمكنك اعطيه لي بلا 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 يعني صراحة أنا لا أعطيه لأذهب سأعطيك ثم 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 رجع لي مرحبا يمكننا أن نعطيه إلى X ما لا 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 فأنا هي X والستودنت ونحن يكون لا 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 ونحن نحن وكان الاتفاق كثير فروتفل وبعتوا للأثر واتفقنا والأمور تمام وبعديها فتحوا باب التسجيل للدورات عندي في المركز واعتمدوني كمدرب معتمد في المركز واعتمدوني كمدرب معتمد للبي ام اي عن طريق المركز والحمد لله كل شيء تبقى وحاليا خلصناهم 3 كورسز وعن بنبلش في الكورس رقم 4 هذه القصة في حواها انك تبت استثمر في معرفتك اي شخص فعليا في الكوكب عنده اي نالج اذا انت شفت حالك واصل لمرحلة you can apply for any job in the field then you can teach any piece of information في الفيل تبعك فممكن انك انت تكون بتدرب بالشرط تكون وظيفتك الاساسية لكن ممكن تكون وظيفة لدخل المادي جيد جدا جانبي لإلك هاي النقطة رقم 1 النقطة رقم 2 اذا موعد المقابلة ما بناسبك عادي اعتذر وطلب موعد ثاني ما حدا رح يزعل منك وما رح يبطلوا يحكوا معك عادي جدا رح يعملوا الانتروفيو في وقت آخر ورقم 3 لما تروح الانتروفيو لو تأخر عليك شوي ولو صار في شوي كركبة في ترتيبات الانتروفيو فعادي برضو مش معناته انه they are not professional ورقم 4 كمان ما تقبل بالوفر من اول مرة اذا مش عاجبك الرقم والله لانه هذا الوفر الوحيد وانا رح اموت من الجوع ما حدا رح اموت من الجوع ان شاء الله فعادي نيجوشيات 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 وحط السعر اللي انت شايفه لنفسك مناسب ويعني برضو نيجوشيات يعني ما تبنح اذا لقيت الموضوع كتير سيء فعادي يعني انت انزل شوي هم بيطلعوا شوي you match each others بمكان معين او you get a matching point بعرف شو اسمها المهم تتفقوا وان شاء الله بتشتغلوا مع بعض I think هدول من النقاط الكثير مهمة من الدروس المستفادة من هذه القصة لهون بكون خلصت قصتي الثانية في مجال مقابلات العمل الفعلية والحقيقية وشو صار فيها ومن هون لأشوفكم في القصة الجاية واشحزلكوا اياها بدي اياكم بتنزلوا تحت تعملوا لايك وكومنت ودردك تعمل شير جواهد ولكن اضطل لي في القصة ايش ممكن صار معك قبل هيك في مقابلات عمل خد راحتك في القصة وكمان اذا كان في مجال التدريب بكون كثير مبسوط منك وبشوفك بان شاء الله في الفيديو الجاية السلام